موسيقى السلام عليكم و أصد الله و أوقاتكم بكل خير و أحييكم و أدعوكم من التواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفتنا لهذا الأسبوع الكاتبة العربية من الأردن رائدة زقوت موضوع حلقة لنا لهذا الأسبوع المرأة و هموم الكتابة قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفتنا لهذا الأسبوع دعونا نتابع هذه الأخبار الثقافية أهلا بكم موسيقى بمشاركة فنية واسعة من 54 دولة عربية و أجنبية تستمر فعالية مهرجان الفجير الدولي للفنون بدورته الثانية المهرجان يمثل حالة احتفالية فنية فريدة تضم سلسلة من العروض الفنية المسرحية و الموسيقية و التشكيلية و الأدائية القادمة من مختلف قارات العالم نبقى في الإمارات حيث بدأت في دبي فعالية الدورة العاشرة لمهرجان طيران الإمارات للآداب وستشهد نسخة هذا العام أكثر من 200 جلسة نقاشية و فعالية بالإضافة إلى مجموعة متميزة من ورش العمل الفنية و الأدبية للأطفال و الكبار كما تشارك فيه أسماء عالمية و عربية للمرة الأولى تختتم غدا السبت أعمال الدورة الثالثة والعشرين من معرض مسقط الدولي للكتاب واستضاف المعرض مئات من دور النشر العربية و الأجنبية كما نظم أكثر من 150 فعالية ثقافية منها الندوات والأمسيئة الشعرية و حفلات توقيع الكتب إضافة إلى أنشطة الطف بعد احتضانها أول معرض دولي للكتاب في تاريخها تختتم النسخة الأولى غدا السبت في مدينة القصيم جمعية النشرين السعوديين أعلنت اعتماده كحدث ثقافي يقام كل عام ليضاف محفل ثالث جديد للكتاب في المملكة إلى جانب معرضي الرياض وجدة الدوليين ما زال باب الترشح مفتوحا لنيل جائزة الدولة التشجيعية في الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية التي ينظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب في الكويت المجلس أعلن أن مهلة استقبال الأعمال المرشحة للجائزة ستنتهي بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر أيار المقبل إلى قطر حيث يتواصل حتى التاسع عشر من شهر آذار الجاري في غاليري المرخية في الدوحة معرض جماعي لإحدى عشرة فنانة تشكيلية عربية من الكويت وقطر وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين والأردن تجارب وأعمال فنية تشترك في معاصرتها للحاضر العربي وقربها من هواجس المرأة العربية وهمومها تحت شعار أندلوسيات وتراثيات مغربية احتضنت مدينة طنجة الدورة الأولى من مهرجان ثقافات مغاربية المهرجان شهد مشاركات من تونس وليبيا والجزائر وموريتانيا إضافة إلى البلد المضيف وركزت فعالياته على التراث الشعبي اللامادي المشترك بين بلدان المغرب العربي أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفتنا لهذه الحلقة الكاتبة العربية من الأردن رائدة زقوت موضوع حلقتنا لهذا اليوم المرأة وهموم الكتابة أهلا بك سيدة رائدة ضيفة على فضاءات أهلا بك أستاذ محمد شكرا لقناة الرافدين والبرنامج الجميل الذي تقدمه الله يحفظك حياك الله أستراد يعني أنت كتبت القصة ثم فيما بعد كتبت الرواية نبدأ بالانطلاق الأولى الانطلاق الأولى كانت بداية مشوار الكتابة في مجموعة قصصية وشوشات قلمة أحمر عام 2011 نعم يعني هي هذي يعني ولادة البكر للإنتاج الأدبي لرائدة زقوت للإنتاج المخطوط أو المنشور كتابة نعم أنا بدأت الرحلة في 2007 تقريبا مدونة نعم في مدونات مكتوب أعتز بالانطلاق أعتز بمدونات مكتوب هي كانت جواز سفري للمرور للمشاهدين العرب للقراء العرب للقراء في الأردن انطلاقة مخصصة في قضايا المرأة نعم استمرت من 2007 لغاية 2011 يعني الكتابة بدأت مشوار الكتابة من 2007 من 2007 نعم أنا أتحدث عن المطموع الورقي من أول مطموع ورقي صدر لكي في 2011 هو في 2011 كيف استقبلت هذا الوليد الأول المطموع الورقي لك؟ بتوتر وقلق بس ما تلعب لشخصيتي طبعا بفرح فيه هنات لا أخفيك أي كتاب أول فيه هنات ولكن انطلق بقوة انطلق الكتاب وانتشر بصورة لم أكن أتخيل حظية بدراسة نقدية من بعض المطموع الورقي حظية بدراسات نقدية وأخص دراسة الأستاذ أدي بن القدير نايف النوايسي نعم عمل عنه دراسة كبيرة نشرت فيه كتاب مجموعة من صور المرأف عند الكاتبات الأردنيات نعم كانت القراءة يقارب 8 أو 9 صفحات نعم القراءة النقدية نعم يعني أول قراءة نقدية قدمت بهذا العمل هو لأستاذ نايف النوايسي للأستاذ نايف النوايسي نعم نعم يعني قدمت هذه الدراسة في نشاط ثقافي أم كتابة ورقة يعني طبع هي طبعت في كتاب طبعت في كتاب للأستاذ نايف النوايسي كان بيحتوي قراءات متعددة لصور المرأة عند بعض الأدبات الأردنيات وكان من ضمنها وشوشات قلم أحمر نعم يعني عندك لغة جميلة أنا من خلال الطلاع على المجموعة القصصية تجلى الإبداع في قصة الرقم المطلوب يعني القارئ عندما يقرأ هذه القصة يشعر وكأن بطلة القصة تقوم بتدليك رجل راقد مريض في المشفى لكن يكتشف في نهاية القصة أنها تتعامل مع جهاز الهاتف مع أنه تحاول أن تستنطق هذا الهاتف الذي تحول إلى جثة باردة من أجل أن يأتيها نداء أو هاتف من الرجل الذي تحلم به الرجل الذي في باله في بالها يعني قلت أنه تجلى الإبداع في هذه القصة يعني جميل أن تكون البدايات بهذا الرقي هذه القصة بالذات هل صلت عليها الضوء؟ هل يعني أنا أشعر أنها مختلفة عن بقية قصص المجموعة أم نجموعة؟ لا لم يصلت أحد الضوء عليها نعم تفاجأت يعني برأيك فيها صراحة نعم لا أخفيك بجموعاتي ولا أعرف الرواية مستقبلا لم تحضب بالنقد الذي تستحقه نعم ليس غرور ولكن ثقة بما أكتب تركت للقارئ نعم وحصلت على شهادات أعتبرها أوسمة من القراء شعرت بأن هذا يكفي ويزيب نعم ربما عندك اطلاع على القراء عاديون أم محترفون قراء عاديون ومحترفون نعم لا أعرف النقد يعني كيف يوجه ولكن أنا لم أأخذ أي كتاب لي لأي ناقد نعم طلبت مني أوصلتها لمن طلبها نعم لكن لم أسعى خلف النقد القارئ كان هو رصيدي وما زال وسيبقى نعم نعم الاختلاف في هذه القصة حسب رأيي أنا الشخصي نعم إنها يعني كتبت بلغة بلغة شعرية هل هناك قصدية في هذا الفكرة الفكرة لو تابعت وأكيد طلعت على باقي الأعمالي نعم الفكرة في الجهاز في جهاز الهاتف نعم الموبايل وكم سيطرة على حياتنا هذه القصة نفذت بأنها كانت تدلله وتدلكه نعم الباقي كان عبارة عن تكسير وإطلاف تأثيره في حياتنا حتى أنك بتتعامل معه كطفل لا تستغني عنه تستغني عن ابنك ساعتين زمن لا تستغني عن جهاز الهاتف نعم هو في يدك تنظر تقرأ تتابع هذه الفكرة ربما كانت اللغة الشعرية ربما فرضتها اسلوبية القصة نفسها نعم لا أتعامل اللغة الشعرية فيما أكتب يفرض النص اللغة التي يكتب فيها نعم القصة أخرى وهي على حافة الحب في نهاية الرواية أو في قلب الرواية في قلب الرواية نعم هذه حافة الحب في قلب الرواية أنه أيضا تتحدث عن عن امرأة مع رجل لا مسؤول وهو كاتب يبدو هكذا في نعم نعم ويتخشى أن تكون فصل من فصول الرواية والفصل هنا تخصد أنه رقم الرقام نعم تصل بها الحالة إلى أنها تفكر بأنها تذهب في رحلة معه مع هذا الكاتب مع هذا الفارس الفارس أحلامها نعم وبحركة منها تغرق القارب في هذه الرحلة البحرية وتغرق الرواية أيضا التي هي فصل منها طيب يعني واضح أنها تساوى لديها الشعور بالحياة والموت لهذه القصة المريرة طيب لو أنها تبقى على قيد الحياة ويعني تنتفع من من هذا القدر البسيط من الاهتمام الرجل أليس أولى من أن تفكر في الانتحار وقتل نفسها وقتل الرواية أيضا ربما تكون لها ربما هي مطلب مطلب من النساء من النساء ليس الكاتبات فقط نعم نساء الراوي نساء القاص النساء الكاتب الرجل مللنا مللنا من دور المرأة اللعوب والمرأة الأنت الجميلة والأنت المدللة والأنت التي تستغل أوضاعه ربما هو مطلب أنه انتبه هنا توقف خذني بصفاتي كاملة خذ عقلي معك نعم لا تدعي أني أنهي هذا الأمر برمتي طيب يعني لماذا ينظر الرجل الشرقي على أنه يعني غير قادر على أن يعطي للمرأة أو لمشاعر المرأة أو لعقل المرأة حقها مع أنه الرجل الشرقي معروف صاحب مرؤة صاحب غيرة شهامة أنه باستعداده أن لديه الاستعداد أن ممكن أن يموت من أجل المرأة التي فيها سواء كانت حبيبة أو كانت أم أو كانت أخت أو كانت زوجة لماذا يطلم الرجل الشرقي دائما في هذا في هذا الميدع ربما لا ذنب له الذنب ذنب العقلية الذكورية العقلية الذكورية لو في الرواية العقلية الذكورية في عقول النساء نعم ليست فقط في عقل الرجل الشرقي ولكنها النظرة بمجملية النظرة بمجملية لا تمت للدين أيضا بالسلام ودي أنت أوقف عند موضوع العقلية الذكورية عند المرأة كيف تكون عقلية ذكورية عند المرأة أنا أقول لك مجرد أن تضع المرأة مولود أنت الأول والثاني عند الثالث تبدأ في دفن المولودات بأسماء ختم وكفاية ونهى ونهاية وأطفالها في البيت على البنت أن تقوم بخدمة أخوها الذكر يعني هي تحمل أيضا نفسا نفس الفكرة الذكورية هي منشأ الفكر الذكوري عندما تسيطر على البيت المرأة بصورة نمطية متوارثة هذا عين البنت ما بيصير تعمل هيك هذه الفكرة موجودة في كل البيت العربية أظن بالأكثرية من البيت العربية يعني أنت الآن حسب ما خلال الحوار أنك واصلة إلى هذه الحقيقة أنه المرأة أيضا تحمل المرأة الشرقية تحمل المعنى أو الفكر الذكوري في داخلها طيب أنا لمست في خلال كتاباتك خاصة في المجموعة الأولى الأولى نعم وشوشات قلم أحمر أيضا كأنك توقع اللوم على الرجل أنه لم يستطع أو لم يساهم أو أنه لم يجهد نفسه على أن يبني علاقة متوازنة طيبة لطيفة تعطي للمرأة قدرها فعلا لم يتعب نعم هذا تحتاج إلى مجهود عندما نقول حكم عقلك نعم أي تحكيم للعقل عند الرجل أو عند المرأة يأخذ إلى طريق أن هناك هناك في أمور كثيرة تساوي نعم في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين نحن نمشي على عادات نعم حيّدنا الدين جانبا هذا ذكرته في الرواية أشمل على ما أظن أنه نحن حيّدنا الدين ومشينا خلف عادات وتقاليد نعم ما الذي يمنع المرأة أن تستخدم عقلها وأي رجل يجد أمامه امرأة تستخدم نصف العقل أو ربعه أو لا تستخدمه بتاتا نعم سيكون سعيد هو يكون سعيد سيكون سعيد نعم والآلة حاضر نعم حاضر نعم هذه السورة النمطية حقيقة نعم يعني إذا سطع الرجل أن يوفر لهذه المرأة كل ما تحلم به نعم فيعني ربما أنه أنا لا أقول أنها تعطل مهمة العقل لكن عندما يعني تكون أحلامها ورغباتها متوفرة في هذا الرجل بل مانع أنه أو أنه يجب أن حتى تذب الشخصية أن تكون معارضة ما هي أحلامها التي تحققت نعم بيت وسيارة ورصيد في البنك إذا كانت هذه أحلام النساء فأنا بريئة منهم صدقا وبيكل أليس أغلب النساء اشتركتهم في هذه الرغبات وعلى الأحلام لذلك أنا بريئة منهم نعم ولذلك كتبت أن هناك عقول ما زال الختم عليها إذن لو يقع على المرأة لم أنكر هذا نعم ولكن الرجل عندما تريد أن تعيش مع سيدة في البيت نعم سيدة مطيعة وهادئة وحاضر سيدي أمرك سيدي الرجل أعجبه دورس السيد هذه الفكرة يجب نزعها من عقول الرجال من عقول النساء أيضا النساء يخرجنا للعمل الآن بمجهود مضاعف عن الرجل نعم التي استطاعت أن تصل لمرأة العليا ولتي استطاعت أن تصل للإدارة ولتي استطاعت أن تصل لمدير مدير في دائرتها هذه ما العيب في عقلها ما العيب في عقلها عندما تعود للبيت تعامل على أنها صنف ثاني بين المخلوق درجة ثانية نعم هذه الفكر لا أعرف طيب كيف نحدد هذا مخلوق درجة أولى ودرجة ثانية إذا كانت هي أنه يعني تمارس دورها كزوجة ويعني من واجبات الزوجة في كل المجتمعات التسلط لا يوجد نقاشات في عائلاتنا العربية غالبا الصورة التي أطرحها لا يوجد فيها نقاشات يوجد فيها آمر ناهي ويوجد فيها سيدة مطيئة نعم نعم بغض النظر يعني السيدة عفوا السيدة التي تعمل وترضى بأن تضرب من زوجها ما تنتظر من أولادها الذكور عندما يكبر أولاد الذكور ما دورهم في الحياة هم نشأوا على أن هذه الأم مخلوق ضعيف ويجب أن يكون تحت جناح المرأة التي تترمل كيف تسلم السيدة لإبنها البكر وإبنها يكون غالبا صغير لماذا يتسيد هو عليها؟ السؤال يعني هنا الولد يتسيد؟ الولد يتسيد نعم يتسيد مجرد أن ربما هو يقوم بواجباته كرجل تجاه البيت المرأة دائما هي كائن ضعيف لا الفرق بين أن يقوم بواجباته كرجل للبيت نعم والفرق بأن يفرض سيطرته كالذكر الكبير في البيت هذا الفرق هذه الصورة غير محمودة ربما لأنني عشت في بيت لا يوجد فيها هذا الصور نعم سواء في بيت أهلي أو في بيتي وبيت زوجي نعم لا يوجد نحن الإناط في البيت حقوقنا مثل حقوق الذكور نعم بالتساوي لم يحجر على عقولنا يعني هناك احترام لكينونة المرأة بهذا المجتمع احترام لعقل المرأة نعم أنا ما أطالب فيه دائما ولو رجعت للنصوص غالبا تطالب باحترام عقل المرأة نعم المرأة تستطيع أن تفكر وتستطيع أن تنتج وتستطيع أن تستلم القيادة وتستلم السيطرة مجرد أن تمنحها الفرصة لاستخدام عقلها نعم وهذا ذنب ليس ذنب الرجل ذنب التي تمتلك عقل وتعطيها نعم قصة أخرى أيضا من العنوان واضح أنها معركة والمعارك الإحباط والانكسار نعم وهو تكسر أمثى نعم طيب يعني صار حالة تركيز على أوتصيط الضوء على دائما حالات الإحباط والانكسار ألا يوجد هناك مساحة فرح سعادة سرور نجاح بهذه العلاقة التي تربض الرجل المرأة لا أظن أنها مهمة نشر السعادة والفرح مهمة أن أدق الناقوس نعم هنا يوجد خلل هنا يوجد خلل في التعامل مع الأنت هنا يوجد خلل في التعامل مع داخل البيت نفسه هنا يوجد خلل في السلوك هذه المهمة أنا الكاتب لا أظن أن مهمته تزيين الحياة نعم أنت عليك نقل أن لم تستطع أن تنقل صورة عليك تنوير العقول لتشاهد المآسي التي تحصل مع ذلك هي مشاهد الحياة أنا عندما أتكلم عندما أكتب قصيدة عن الجرح جرح وطن أو جرح إنسان أيضا هناك في المشهد مشهد الحياة هناك ورود وهناك رياض وهناك عطور وهناك فراشات وهناك جمال وهناك يعني أنا مهمتي نعم ككاتب أو كشعر أنقل المشهد وأصف ما ينتابني من مشاعر تجاه هذا المشهد قد تكون مشاعر فرح قد تكون مشاعر حزن التركيز على مساحات الحزن فقط ماذا يعني؟ هي أنا أعطيتك رأيت تشاؤم يعني؟ لا لست متشائمة نعم الشخصية الحقيقية لست متشائمة نهائيا ولكن أنا أدق رأس هذا الأمر انتبهوا هنا خطأ مهمتي أن أمسك الدبوس ليست تشاؤم ولا هي منقولة من حياتي ولكن يوجد الكثير إذا لم أكن أنا أعيش هذا الوضع فهناك الكثير من السيديات تعيش هذا الوضع نعم هناك كثير من المتكسرات في الحياة والمنكسرات لم تصادف في هذا المشهد امرأة سعيدة جداً ويعني تعيش السرور والانتشاء تركتها في سعادتها نعم نعم أنا أنقل ما يتطلب العلاج نعم لنقول كذلك السعيدة تركتها تعيش حياتها بسعادتها نعم يعني لو تركت الامرأة بدون هذا القائد أو الحامي بالنسبة الرجل طبعاً نتحدث نحن عن الرجل السوي نعم الرجل المتكامل يعني عندما لو تركت المرأة دون هذا السياج وهذا الحامي وهذا الموجه هل تستطيع أن توجه ووصلت الحياة بشكل سليم وهي كان مخلوق جميل مخلوق ضعيف مخلوق رقيق يعني هكذا هو يعني هذه مشيئة الباري عز وجل نعم لأن لها مهام غير مهام الرجل نعم أن تكون هي الدافئة الحضن الحنون يعني هل تستطيع أن توجه ووصلتها بشكل صحيح نعم ولم أشر لهذا ولم أطالب بهذا أنا قلت أن الحياة تسير بالاثنين مان نعم ولكن الفكرة أن لا تعيش المرأة دور شهر زاد التي تنتظر أن يقتل عرأسها في الصباح نعم هذه الفكرة نحن لسنا نسخ عنها نعم ومن قديم التاريخ وفي القرآن الكريم ذكرت سبأ وذكرت بلقيس هذه نسخ لماذا نترك هذه الأمور لا تولوا قومكم امرأة نعم حقيقة السيدات اللواتي ينزلنا الانتخابات النيابية كوتا نعم نحن لم نستطع أن نصل للبرلمان إلا بكوتا أين العدل في الفكرة نعم إذا كان هناك فعلا من يحترم عقل المرأة لماذا لم نوصلها لأي مكان حقيقة وتنكر على المرأة العربية قوتها وقوة إرادتها ووصولها لمناصب عالي وقدرتها على التحريك هذا ظلم نعم أذكر مثلا ألا ترين أن الحياة شوهت عندما أخذت المرأة دور الرجل لا أظن والرجل تقاعس عن دورهم أتحدث عن ثمانية أفراد نعم ربتهم امرأة رملت في الثلاثين من عمرها أتحدث عن والدة زوجي أطال الله في عمرهن جميعا ربت خمسة أفراد وحدها وشباب من خيرة الشباب وعقول متفتحة نعم هذه هي ناجحة في التربية نعم هي الحضن الدافئة هي الوطن نجحة في التربية أوصل لكن صعب على المرأة أن تحمل سلاح وتقف على الخطوط ربما هناك حالات استثنائية صارت ربما هذه أنا لا أجيب عنها لكن الجيوش الجيوش العالمية كلها فيها سيدات حتى فيها سيدات لكن ليس هو استثناء أنا لا أطالب أنا لا أطالب بهذا وليس من منطلق حتى في المهن والأعمال يوجد كثير من المهن والأعمال لا أجدها صالح هذا المرأة وليس من منطلق ازدراء لهذا الكائن ولكن هذا الكائن هو أول يعني خلق هكذا خلق رقيق يعني له مهام غير هذه المهام مهام القتال ومهام التحمل بناء ووالآخره لها مهام أخرى ربما اختلاط المهام شوه صور الحياة أم لم نختلف على المهام نعم نحن لم نختلف على المهام ولا على الأعمال التي يصلح لها الرجل ولا تصلح لها المرأة بخلقتها وبرويتها الأضعام أنا أتحدث عن العقل نعم في مسجد شعبي يقال شاوروهن وخالفوهن نعم لماذا؟ كان هذا مثل شعبي كثير من الأمثال والأعراف أتحدث عن هذا نعم أتحدث عن هذا التفكير نعم لنكون واقعيين أكيد النماذج بدأت تقل إذا أخالفها لماذا أشاورها؟ لماذا أشاورها؟ مصيطة معنا الحياة حياة تعاون يعني يفترض أن يكون بناء تعاون نعم الحياة مبينة على التعاون نعم للرجل مهام وللمرأة مهام يعني نكمل بعد الفاصل مع ذرة فاصل قصير ثم نعود فوقه معنا أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفتنا لهذه الحلقة الكاتبة العربية من الأردن رايدة زقوت موضوع حلقتنا لهذا اليوم المرأة وهموم الكتابة أعود إليكي سيدة رايدة كنا نتحدث عن المرأة ودور المرأة والمهام التي توكل الرجل ننتقل من المجموعة الأولى التي تحدثنا عنها مجموعة وشوشات قلم أحمر نعم المجموعة الثانية مجموعة القصة الثانية قهقها واحدة تكفي تكفي المجموعة الأولى اتسمت بالرومانسية نعم بالحالة الحلم الذي تعيشه المرأة اتجاه الرجل الذي يملأ رغباتها وأحلامها وعاشت معه انكسارات المجموعة الثانية تسمت بتحمل هموم الحياة والمادية بتعدت نوعا ما مع أنه موجودة هناك قصص أخرى تقريبا تشترك بسمة الرومانسية والحلم لكن في الغالب تسمت هذه المجموعة القصصية بالغوص في هموم الحياة نعم هل هو انأكاس لانتقال حالة الكاتب من مرحلة إلى مرحلة هي ربما ندرست الشراقية نعم بالأمس كنت أطالع إحدى القصص ضحكت كانت عني العيش داخل هواجس مسربة كانت عني العيش داخل أنابيب وصرف الهواء وصرف الشمس تخيل في 2013 قبل أن نصل مثلا لمرحلة الغلاء الآن كنت أتخيل الحالة ربما نصلها في 2020 23 هي أعم أشمل نعم هي شاملة اجتماعية غالبا فيها القليل من النصوص عن المرأة نعم تميل للرمزية ربما فضل الكتابة القصة بالرمزية بحر الرمزية واسع نعم تستطيع أن تشير لهذا وتشير لذاك وتكسر هنا وتجبر هنا نعم بأريحية كاملة فأميل للأسلوب الرمزي في القصة حقيقة أميل للأسلوب الرمزي في القصة نعم نعم يعني ربما سبب القراءات أنه في المجموعة الأولى انحكست حالة القراءات ربما كانت القراءات لكتاب آخرين لشعراء آخرين يعني حكست حالة الرماسية من خلال القراءات المجموعة الأولى أردت أن أقول لهم المجموعة الأخرى أخذت حموم الحياة نعم أخذوا هذه المرأة نعم اعملوا على تصليح ما لاحق بها من ضرر هذا ما أردت أن أصله بالمجموعة الأولى والرجل ما لاحق بها الضرر لاحق أنا أكيدة وأعيد أكرر نفس القصة طالما أننا نشأنا في بيت نعم يقدس العقلية الذكورية سيلاحق الضرر بالطرفين نعم سواء الذكر أو الأنت هل تجد من الجيد مثلا ضرب شاب لشقيقته نعم لا تقبلها ولن تفعلها نعم حقيقة هذه الصورة أخذها من أم قدسته وتركت ابنتها التي هي ستفتح بالمقابل بيت وستكرر نفس النسخ نعم هذا التكرار تكرار النمط السيء من العدات والتقاليد أوصلنا إلى هذه النقطة الضرر الذي لحق الرجل أكبر من الضرر الذي لحق المرة أنت لم ترتاح في بيتك عندما تعامل زوجتك بهذه الطريقة أنت أثرت على البنات التي طيب هي ربما هي تدفعه إلى هذا يعني توصله إلى طريق مزدود ربما ما أمامه إلى أما أن يغادر البيت أو على العمو ليست لهذه الدرجة المجموعة يا ميلا من قصص هذه المجموعة الأموات أيضا يموتون أو أيضا يموتون يعني التقاطة فريدة ربما من خلال قراءاتي لم أمر أنه يتحدث كاتب عن عن حياة الأموات الموت طبعا تنتهي الحياة نعم في مفهومنا الدنيوي أما هناك حياة أخرى هذا في علم الغيب لكن أن أتحدث عن أموات يتحدثون فيما بينهم وينتقل هذا من هذا القبر لذاك القبر تتوقفين عند الرغبات التي تركها الأموات أو المشاريع التي لم تكتمل وانتقلوا أحدهم يخاطب أبا عن موضوع أرض يعني رفض الأب أن يبيع هذه الأرض هو طامع الإبن أن أو يطمح أن بيع هذه الأرض سيدر عليهم حياة فارهة سعيدة عرض هذا الموضوع للأب يعني نتج عنه لطمة وصفعة من الأب فكأنه يخاطب أباه الآن لماذا لو لو عاد الأب الآن ماذا لو عاد أموات الذين ماتوا في فلسطين الفكرة هذه القصة عن فلسطين وأراضي هل سيبقى على نفس المنهج ونفس التفكير نعم سنلطم كثيرا فلسطين ضاعت والعراق وسوريا والليبيا إذن هي الأرض التي رفض الأب هي أراضينا الأموات الأموات التي تريد ديها نعم رمزية الأرض في القصة التي رفض الأب أن يبيعها هي فلسطين فلسطين نعم لم تبع ولن تبع وسنأخذ معنى السكوك ونأخذ معنى القواشين نعم سنتفنها معنا فلسطين لم تموت فلسطين باقية نعم حتى الأموات نعم ربما لو أخذت سورة والد رحمه الله مثلا رحمة الله وأنا أتخيله يمسكها نعم كذا في العراق كذا في أي دولة عربية للأسف للأسف أن تقارن بين فلسطين والدول العربية نعم هذا شيء مؤسف شيء مؤسف وصلنا له نحن بحماقتنا طبعا طيب الآن راح نأخذ موضوع حقيقة موضوع سياسي ولا يمكن أن نخرج خارج المشهد السياسي المشهد السياسي هو هذا يسيطر على كل المشاهد نعم يعني كيان مختصب مثل مثل كيان الصهيوني تصب أرض وشعب ولا يمكن لمراقب أن يتجنب هذا الحقيقة نعم طيب لماذا تتعامل مع هؤلاء الدول على أنه دولة وهناك سفارات وهناك تعامل هم يعرفون أنه لم تكن هناك دولة دولة سرائي كانت هناك فلسطين لعل في قصة شهيد محمد جرار أحمد جرار أحمد جرار نعم رحمة الله رحمه الله لعل في قصة درس وعبرة لكل من شاء نعم حديثا ودون سلاح ودون ودون فصيل معه للمقاعد وحده حركت جيوش إسرائيل ليست بهذه القوة نحن ضعفاء نحن ضعفاء ضعفاء بمساحة لا أستطيع بحجم لا أستطيع أن أشير لهم نعم نحن ضعفاء طغط مصالحنا الشخصية على كل شيء على مرة تاريخ معروف المجتمع اليهودي مجتمع جبان يعني منكسر يعني يبحث عن المكاسب بأي طريقة ودائما ذليل لكن ضعف العرب والمسلمين ضعفنا وهوان نعم ضعف الهوان قصة أخرى بالقصص هذه المجموعة وهي عندما سقطت ليلة من ألف ليلة ومعروف طبعا ألف ليلة وليلة هي من القصص الأسطورية نعم القصة القصيرة يعني هل تستوعب توظيف الأسطورة فيها إذا أوصلت الفكرة من توظيف الأسطور نعم قد أوظف الفكرة بشكل جيد في سطرين قد أحتاج أكثر نعم الفكرة كانت نحن لسنا شهر زال نعم أعيدها وطبعا معاناة المرأة مع الرجل في هذه القصة وعودة إلى لا لا الفكرة احترام عقل المرأة أيضا احترام عقل المرأة ستجد كلمة آخر في 90% من ال طيب في قصة شهر زاد وشهرين نعم قصة شهر زاد بالضع نعم يعني وقال أن هذا الملك الدامي أو الذي كان يقتل كل ليلة امرأة نعم وجود حضور شهر زاد في حياته وبقيت على قيد الحياة وأنجبت منه أليس تبرئة لهذا أنه ليس دونجوان ليس الملك النرجسي ليس الذي يفكر بعقلية أنه هو السيد فوق المرأة عندما استطاعت شهر زاد أن تنقل له صورة المرأة بهذا البهاء وهذا الجمال وبهذا الذكاء واستخدمت عقلها وأيضا مفاتن الجمال فيها يعني جمال العقل والتصار هذا المأخذ على الأسطورة كامل نعم أن المرأة نجت برأسها من القطع بالدهاء والحيلة أنا لا أفكر يعني لا أخذ الأسطورة من منحة جمالي بقدر ما أخذها على أنها ساومت حياتها بمكائد بأسلوب كيدي لا أحب فكرة ارتباط الكيد بالنساء للعلم يعني لا ربما طبعا بالمناسبة هذا الموضوع موضوع أن كيده هنا عظيم هو ليس من لا سبحانه وتعالى أكيد وقال هل عزيز نصر هو الذي قال رجل يعني إنسان نعم رأى في هذا الموضوع أن هناك كيد عظيم نعم وهي يعني قول دنيا وليس من نعم لذلك أنا قلت يعني حتى هذه الأسطورة ليس قول نقله الوحي نعم نعم ارتبطت عندي بصورة أن المرأة تصل لمبتغاها عن طريق المكائد والتدليس هذا أسلوب لا أظن يسطح في هذا الزمن على الأقل نعم نعم نحن في زمن ثورة العلم والتكنولوجيا ما الداعي المرأة تخرج للعمل تتعلم ما الداعي للعلم والتعليم ما الداعي للعمل إذا كنت سأستمر في المقايضة رأسي في حياتي نعم هذا منطق غير مقبول بالنسبة لي على الأقل يعني أنت تعتقدين أنه استخدمت الحيلة فقط وصطعتها بس لم يحدث نعم أم أنها سخرت مفاتن أو مواطن على في الحالتين في الحالتين الموضوع سيئة الجمال عند المرأة لا أقصد جمال الشكل أقصد جمال السلوك جمال الذكاء السخاء العقل الراجح الفكرة الأساسية استخدمت الحيلة لتبقي على رأسها نعم الفكرة الأساسية التي استوعبتها من القصة نعم ثم الروي والقصص والجمال والأمور أن الله جميل يحب الجمال كلنا نحب الجمال لكن ماذا استفيد من جمال فارغ نعم أعطيني مضمون أنا أركز على هذا الموضوع أنا لا أعني الجمال الفارغ الذي جمال الشكل نعم جمال المضمون كما تجدين وردة في حديقة نعم عندما تشمنها بلا شذا بلا عطر فقط شكل أنا أقصد أنه هذه المرأة سخرت الجمال الداخلي العقل الثقافة الرقي عندما تستطيع امرأة بهذا الشكل أمام طبعا هو قصة أسطورية لا شكل أمام ملك دموي يعني كما تصور الأسطورة تستطيع أن تقف بكل ثبات وتتحدث وتتحاور مع هذا هذا الملك الذي ارتبط ارتبطت حياته مع هذا التاريخ التاريخ الدموي يمكن كل أمرأة قادرة على أنه تستخدم وتوظف هذه الجوانب وتصبح شهر زاد وتعيش حياة سعيدة في حياتها مع الرجل وتستخدم ذكاء شهر زاد هذا الفارق تستخدم المرأة عقلها لتعيش بسعادة وليس لتدلس على الطرف الآخر نعم نتحدث عن السعادة نعم السعادة تستطيع أي امرأة عندها عقل راجع نعم تعيش حياتها بسعادة البيوت قائمة أو المأساوية التي نقلتها نعم هي نتاج نتاج هذا التغييب نتاج هذا التغييب للحوار للنقاش لتقبل فكرة أن الآخر مختلف عني وليس متخلف هذه الفكرة التي يجب أن نركز عليها نعم مسؤولية المجتمع مسؤولية المجتمع ومسؤولية المرأة أعيد وأكرر مسؤولية المرأة المرأة هي التي تربي المرأة في البيت هي التي تربي وهي التي تنشئ الأجيال نعم الرجل الذي الرجل الذي تعود في البيت على أنه شريك وليس مسيطر سيعيش حياة أسرية سعيدة والرجل الذي اعتاد أنه سيد البيت بلا منازع في بيت أهله سيخرجن بهذه الصورة المشوهة في تعامله مع الوراء هذه الفكرة ننتقل من المجموعة القصصية إلى كتابة الرواية آخر عمل صادر لك هي رواية نساء شرق عام 2017 نهاية 2017 ما زالت جديدة يعني تحدث عن أربع نساء صديقات نعم يربطهن هم مشترك وهو هم العنوسة أو الطلاق ويعني تربطن صداقة عميقة وهناك لقاء دوري غالبا ما بطلة القصة التي هي كفاح نعم أنه في أغلب الجلسات يعني تشغل أغنية الأطلال نعم التي هي قصيدة لإبراهيم ناجي الأطلال تتحدث عن ذكريات تحولت إلى أطلال نعم يعني اختيار هذه الأغنية مع هذا الجو الجو نعم إذن هل هي إشارة إلى أن هؤلاء النسوة كل مفردات الجمال في حياتهم تحولت إلى أطلال هذه فئة صدقة نعم بصدق أتألم من وجودها في المجتمع بصورة تبكينين نعم المرأة الأنثى التي فعلا ترغب بالزواج ترغب تكوين أسرة ترغب باعتضان طفل من لحمها ودمها نعم ولم تأتيها الفرصة لماذا تشعر بأنك تعيش هذه ستشعر بأن المجتمع كله حاقد نعم لماذا تتحول لأطلال فئة كبيرة منهم متعلمات وعاملات مؤلم مؤلم أن تكون هي تمتلك الرغبة لو خيرت لذهبت هي لطلبة زوجي نعم ولكنها لم تفعل أشعر بثقة للحياة بسوءها نحن مجتمعات غير عادلة نعم غير عادلة في المقابل مثلا عندما يريد زوج رجل أن يتزوج زوجة ثانية على زوجته يذهب للبحث عن فتاة صغيرة الذين يتزوجون مثلا وثلاث واربعة نعم يبحثون عن فتاة صغيرة ممكن أن تقبل به امرأة في الأربعين فتاة قطار الزواج هذه التي ترغب في تكوين أسرة ولم تستطع حياته أطلال التي تطلق لخلل لخلل أو لمرض نعم كثير من حالات المصابات في السرطان طلقنا نعم مأساة مأساة أن تترك المرأة وهي بأمسر حاجة لك هذا رجل مجرم هذا الذي يتخلى عن المرأة حتى وإن لم تكن هناك حالة انسجام لكن لا تترك في هذا الرجولة والأخلاق يعني تفرض علي أن يكون حاضرا في هذا في هذا الظرف فعلا يتركني يعني مأساة هي هي متألمة هي مريضة وليس أي مرض عندما تسمع السرطان وتشعر بأنها اقتربت من النهاية نعم مع احتماليات الشفاء الكبيرة المؤسف أنني أعيدها لزوجها في الرواية في الرواية نعم نعم عطل يعني أنت بدأت بكتابة القصة ثم انتقلت إلى كتابة الرواية نعم وكثير من الكتاب طبعا مروا بهذه المرأة لم يكتب الرواية كبداية بدأ بالقصة ثم انتقل إلى الرواية هل يمكن أن نعتبر كتابة القصة هي بمثابة تدريب للانتقال إلى كتابة الرواية لا أبدا نعم الموضوع مختلف تمام القصة سيدة جميلة نعم وحبت الفكرة وصف جميلة نعم نعم يعني هي سيدة الجميلة القصة نعم تفرضها الفكرة علي تكثيفها يحتاج لمجهود حتى تظهرها في الثوب الأخير اللي تخرج فيه للقارئ نعم تحتاج لتكذيف تحتاج لقتناص الجمال نعم سواء لغويا أو في الفكرة نفسها الرواية مساحة مرتوحة نعم تحتاج لذكاء أيضا على أنها الآن أصبحت سيدة السرد نتيجة المصابقات واتجاه الكتاب بصفة عامة لها لكن حقيقة أنا توجهت لها لأني أردت أن أوصل رسالة كبيرة نعم أكبر من احتواء في القصة مجرد سرد البطلات والبطلات يجتمعنا في بيت في شقة مفروشة نعم عن سيدة عراقية تشاركنا السرد ببلقيس بلقيس بإشارة لل رمزية نعم 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 وفي أيضا من البطلات الثانويات يعني اختيار هذا الاسم بلقيس إشارة إلى بلقيس الراوي زوجة نزار قباني نعم برنو كانت رمز للمرأة العراقية وبلقيس طبعا في التاريخ وبلقيس ملكة سبا نعم لكن بلقيس أنا ارتبط عندي اسمها في نعم يعني لو خيرت في العراق هناك يعني مواطن كثيرة لفت انتباهي من خلال قراءتي لنتاج رايد الزقوت نعم إنه كلمة العقل وردت كثيرا في كتابات رايد الزقوت يعني لا تكاد لا يكاد نص يخلو من كلمة عقل نعم في القصص المجموعة الأولى القصصية المجموعة الثانية وحتى في الرواية نعم يعني هل هو يعني إشارة إلى أنه المرأة تعاني من موضوع تعاني من قسوة المجتمع أنه يغير عقل المرأة وأنه هذا الجانب يعني حرمت منه المرأة أو حرمت أن تستثمر هذا الجانب وانعكس على الكتابات نعم أنا أهول على العقل نعم العقل سواء عند الرجل أو عند المرأة أول ما يرفض نظري في الشخص مجرد أن يتحدث مستوى تبكيره نعم وأقرر بعد هل سأستمر في الحديث أو أتوقف هذه الفكرة نعم مشكلة عقل المرأة المرأة تغيبه مشتهية أحيانا نعم لصالح أن تصبح شبيهة في أحد الممثلات أو شبيهة في عارض أزياء نعم لا أعرف مؤخرا عندما تشاهد الفعاليات الثقافية نعم أشاهد الصور طبعا لا أحذر يعني غالبا ظروفي تمنعني من الحضور وأن كنت مقلة بطبيعي أنا أتنقل يعني بين الجنوب وعمان باستمرار فعندما أشاهد الحضور في أمسية ثقافية أول ما يخطر ببالي أن هؤلاء النصوة خرجنا من صالوم تجميل أريد أن أشاهد ما تحت التسريح مثلا ما تحت الحجاب العقل يحق لي نعم يحق لي أن أتساءل الفكر هذه الكمية الصغيرة المخ المجلتن هل سمحت لنفسها بأن تحق بعض الجيلاتين عنه نعم نعم ما يعادل تكرر وماذا تجدين غالبا ستسلم شكرا لك الله سهلا فيك الكاتبة العربية من الورد الرائدة زقوت على هذا الحوار الجميل شكرا لك شكرا لك وشكرا لقناة الرافدين وبرنامج وضاءات شكرا لك أعزاء المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة ويدعوكم التواصل مع باقي فقرات البرنامج شكرا لكم 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 شكرا لكم